لا يتوقف شبح حم الظنك حتى يطل برأسه من جديد على عدن يقول الأطباء أن الوبا مسوطن في المنطقة وأن توفر العوامل المساعدة والخفية كفيلة بانتشاره والسيطانه المنصورة وخور مكسر والشيخ عثمان ثلاث مناطق تفش فيها الوبا بعد انتشار المستنقعة والبراك التي سببت السيول ما تسبب بثمان حالات وفاة مفاجئة خلال الأيام الثلاث الماضية وفق مصادر طبية لا نقدر ندخل ولا نقدر نخرج حتى في الجهة الخلفية معنا جهة البيارات والجلي كلها بيارات مخلطة مع المطل النامس فوقنا الكهربة طافية علينا أشي اللي نعمل كل ما رحنا عند صاحب الشفاطات لا يتكلموا أنا ولا نعرف أي مسؤول وين الجهة المعنية وين الناس المسؤولة في البلاد هاي يجوا يظهروا قدامنا يقولوا يجيش فطولنا هذا المين هذا المجاري الآن المجاري يمخلطها كلها مع المين الهلعو والرعب سيطرة على المواطنين بعد سماعهم عن حالة إصابات البلحوميات نزلت عليهم هذه الأخبار كالصاحقة كل سنة الوضع هذا يتكرر الآن تلاحظوا البيوت هذه كلها الساكنين ما قدروا يخرجون بيوتهم والمياه هذه الموجودة الآن قد اختلطت بالمجاري ورحنا كل سنة دائما نتكلم مع المسؤولين ولا في حد قيلة هذه المنطقات مراقبون عبروا عن مخاوفهم من أن حالات الوفاة المفاجئة قد تكون نتيجة عن فيروس كورونا التهمة التي تطارد اليمنين لكن مدير عام مكتب الصحة بعدا في تصريح لا عبر عن أسفه بمظاهر ترويع الناس وأكد أن الحميات أمراض مزمنة ومستوطنة في عدن والمدينة لا تزال خلية من كورونا فوضى في عدن ونوع من المزاجية التي تدار بها منشأة القطاع الصحي وأن حالات الوفاة سببها يعود لرفض استقبالها في المستشفيات وعجزها عن معرفة الأسباب وتشخيص حالاتها يرجح البعض نتيجة ذلك هو عدم توفر الإمكانيات والأجهزة الطبية الحديثة الخاصة بالأوبئة الفتاكة تظل المخوف من تفشي فيروس كورونا في الولاد مصدر قرق السكان في عدن رغم الاستعدادات المبذولة والتي تبدو ضعيفة بحسب مراقبين ولكن تبقى الآمال معلقة في أن تدرك الحكومة خطورة الوباء القاتل وتضاحف استعداداتها وجهودها لمواجهته ترجمة نانسي قنقر